بسم الله والسلام على رسول الله مرحبا بكم حبيباتي في قناة زوزيتا الشاوية اليوم جبت لكم احلى وصفة هي فول مشرملش كل ما يبغيهاش رانا في وقت الفول يعني راهو رخيص وفي متناول الجميع جبت لكم احلى وصفة ولا ارواح نبدأوا على بركة الله ووصفة الفول وش نحتاجوا فيها فول مشرمل نحتاجوا فول يعني البنات راهو متواجد في الجميع الاسواق يعني وراهو بسعر هاي اللي نشريته خمسة الاف للكيلو عندنا ليزيبي ستا عنا نحتاجوا يالبنات الكمون هو الرسمي نحتاجوا كمون عكري زنجبيل ملح كوركم ونحتاجوا فلفل الحار اللي تحب العكري الحار ولا تحب الحبات تع الفلفل الحار وتحتاجوا ايضا ثوم Boudra ولا ما عندك شثوم بودرة ديري ثوم العادي نحتاجوا ايضا يالبنات نحتاجوا دبشة ونحتاجوا لطرنش تعلقارس ونحتاجوا كذلك حباط ماطم مرحية هنا يا البنات شبت الفول التاعي كما راكم تشوفوا نقيوها مليح نحاولو القشور تاعو ونغسله ومبعد نبدأو الوصفة تاعنا كما نعرفو يا البنات الفوائد التاع الفول الأخضر صحي ومليحي يعني يساعد على عملية الهضم غني بالبروتينات وكذلك يساعد في الوقاية من الأمراض القلب والسكاري يساعد أيضا في زيادة الشعور بشكل ويحافظ على الكتلة العضلية في الجسم كما راكم تشوفوا يا البنات هنا يا بيت ما نقيت الفول التاعي كامل راح نجيب الماء ونغسله يعني عندنا يا البنات بلي راهو كان ندخل القشرة تاعو يعني باين بلي راح يكون نضيف بالصح وقاية يعني راح نغسله وننقيوه كما تعرفو راح ننقيوه مليح نغسله ونصفيوه من المتاعو ومبعد راح نزيدو نجيبو الموس راح نثقبو الحبات تاعنا تاع الفول راح ننحلوهم شوية باش يدخلهم الطياب ونحيو الجهة هذي الكحلة نحيوها بالموس لخطر كين حبات خورين راح مكبار شوية يعني باش يدخلهم الطياب ونحيو الكحولية هذي باش ما تكحلناش الفول تاعنا stuffs الاخذدي يدخلو الطياب راح تدخلو الشرمولة هذيك بعد ما نديرو الشرمولة بعد ما يثب راح نديرو الشرمولة باطم و ليزي بيس هذيك راح تدخلو البنا كامل الكمون وليزي بيس والقارس والدبشة كيما تشوفو يا البنات راح نحلهم كامل ورح نحي يعني اللي فيها حباك حلاء بزاف راح نحيلها نحيلها الكحوليه هذي كامل باش تجينا يبقى لنا الفول نحافظ على اللون التاعه ويبقى اخضر كيما تشوفو يا البنات بعد ما كملت كامل يعني حليتهم كامل ونقيته راح نجيب الكوكوت ونجيب يعني الفول تاعي بعد ما شللته وغسلته راح نضيفه راح نسخن هنا يا البنات راح نضيف كميه تاع الملح يعني باش يجينا الفول تاعنا بنين نضيفه حوالي مغرف صغيرة تاع ملح ونضيف على حسب الكميه تاعك ونضيف مغرف حتى هي مغرف صغيرات تاع الكمون كما تشوفو يا البنات باش يبقى لنا الفول تاعنا اخضر راح نضيفو لطرونش تاع القارس راح يخليه يعني يبقى محافظ على اللون تاعو الحاجة الثانية راح تخليه راح يبقى محافظ على اللون تاعو هو راح نغلي والماء يعني راح اللحول والماء سخون يغلي ونغلقو عليه في الكوكوت ونخليوه اي طيب هنا احنا بعد ما راح نحطوه في الكوكوت راح نغلقو عليها البنات مدة عشرين دقيقة على حسب الكميه تاعك تعلمه وعلى حسب الكميه تاع الفول تاعك اذا كانت كمية كبيرة راح تستغرق يعني تستغرق مياه بزاف وتستغرق وقت بزاف ويا خاصة ان اذا كان الفول تاعك يعني شوية كبير و كما نقوله احنا شعرفوا كبير ويابس راح تحتاجي فطرة من 30 دقيقة حتى 35-40 دقيقة هنا يجبت الطاجين تاعي حطيتو على النار البنات كي تجيبوا طاجين تاعكم حطوه على النار يسخن مليح وم بعد ضيفوا الزبدة والزيت هنا الي يحبت الدير حاجه صحيه تقدر تاضيف زيت الزيتون مع الزبدة يعني يا الركي تتحبو ديروا الزيت زبدة و strange نظيف ابل уж custom. هنالبنات تقضرون ملعق زيت تقدرون تم ملعقات اع الزبدة وتتخليوها تصخن مليح لحنا نضيفو الثوم من الاحسن هنا يستعملو الثوم هذي تعال الحب من استعملوش تعال بودر واللي ما عندهاش تقدر تدير تعال بودر عادي جدا كما تشوفو يا البنات راح نخليها تتقلى امليح يعني تتقلى يعني حتى نتغير اللون التاحا مش راح تتحرق لي يعني نخليوها تتقلى وتدخل فيها الزيت هذيك الكامل بعد ما تتقلى يا البنات راح نضيف نصف ملعقة تهريسة تقدرو تضيفو طماطم مصبرة انا ما استعملهاش عندي مدة ما استعملتهاش يعني في الطبخ التاعي احسن نستعمل طماطم تاع الحب طماطيش تاع الحب والهريسات تاع الدع كما راكم تشوفو هنا يا البنات راح نضيف راس تعال فلفل هذك ونضيف اللي زيبيس تاعي لهما الكمون كمون يا البنات حاولو انكم تديرو كمية كبيرة لانه الفول المشرمل معروف انه بالفول يتنذر بالكمون يعني هو الحاجة الرسمية للفول هو الكمون والي زيبيس يكونوا ملع خاصة الكمون نضيف الطماطيش نضيف الطماطيش نضيف الطماطيش نضيف الطماطيش طيب زبدة أيض dispute ، راح يطلب لكم على الحبة ، كما راكم تراه أخضر اكحل طبعو الطريقة هذه Wow من اى هايل و يشهي وكما تعرف منهم انطفال فول مشرمل بريد لفول ثم انث蘭 بريد assigned قوام لدي تنetty الاعيش حتا هذا الوصفه ناجحه تعتقل من امراقيا استطيعاؤية المرء نضيف نصف كس تعمى نضيف نصف كس تعمى نضيف كمية كبيرة نضيف نصف كس تعمى نضيف نصف كبيرة نضيف نصف كبيرة نضيف نظيف نصف كبيرة نقص جدا نصف كبيرة يعني خرج فول ما شاء الله ما فيهش مرقة بزاف ليحبوا التغماس يعني هذه الوصفة التشاهي وبنينا وفي نفس الوقت صحية كما عودتكم ديما نقول لكم وصفات سهلة اقتصادية وصحية مع زوزيتا الشاوية كما تشوفوا هنا يا البنات راح نضيف رشة تعد بشا لكان عندكم معدنوس ولا تحبوا معدنوس ونزينها غير بالقارس وراح نزيد لها رشة تاكمور يعني كما أنا قلنا لكم بلي الفول يتابع بزاف الكمور كما تشوفوا هنا يا البنات اللي حاجة صحية اللي راح نزيد نضيفها ثاني هي كمية تعزيز زيتون راح نضيفه رشة تعزيز زيتون راح نزيد لها بنا هاي لا ما تتصوروش بالنتعام مع الفول يعني جي تشاهي صحية يا البنات واقتصادية والفول كان فيه كل البيت نتمنى انه كانت نلت اعجابكم الوصفة ما تنسيش حبيبتي دا كنتي اول مرة تزوري قناتي ما عليك غير الاشتراك في القناة واضغط على الجرس لي كي يصيلك الجديد وما تنسيش الضغط على الجرس والبرتاج مع فحاب هاتكم هذا هو الفول بتاعنا يا البنات المشرمل ان شاء الله هتجربوه ويعجبكم صحية مئة بالمئة ما نسوش فوائد بتاع الفول اللي هو غني بالبروتينات والالياف مليح للعضلات الجسم يعني فيه بزاف فوائد ما نسوش يعني فوائد الدبشة والقارس يعني والكمون خاصة يعني وصفة مليئة بالالياف والبروتينات طبق اليوم سهل وبسيط واقتصادي في نفس الوقت يعني الفولره رخص نتمنى انكم تجربوه وينالاعجابكم ما تنساوش حبيباتي الدعم للقناة والبرتاج مع صحاباتكم حتى هما يستفدوا وصفات صحية واقتصادية سهلة مهلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر